السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع حركة الشمس على الأرض وما ينتج عنها وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ بعد أن رأينا بأن الشمس صغيرة وقريبة من الأرض نرى الآن كيفية تحركها على الأرض الممدودة والمبسوطة وما ينتج عن تلك الحركة اليومية والسنوية هم يقولون بأن النهار بسبب سقوط أشعة الشمس المتوازية على الأرض أما الليل فهو الجانب المظلم من الأرض الدوارة وأنه بسبب محور ميلان الأرض وحركتها حول الشمس تكون الفصول الأربعة وغير ذلك لكن هذه الإدعاءات ورغم أنه لا يوجد ولا دليل واحد عليها إلا أن المتشدقين بنظرية الكروية يرونها الفكرة الأكثر منطقية والأكثر قبولا لكنهم نسوا أو تناسوا بأن هناك حقائق علمية ومنطقية وتجربية تنفي تماما تلك المزاعم الخيالية فدوران الأرض مثلا بتلك السرعة المنتظمة حسبهم يستغرق 24 ساعة وفي هذه الحالة بالضرورة يجب أن تكون الأيام والليالي ذات مدة متساوية 12 ساعة وعلى مدار السنة ويجب أن تشهد كل منطقة شروق الاعتدال بسبب أن الشروق والغروب يكون في نفس الساعات وهذا ما يكذبه الواقع المشهود كذلك ما يجب أن تعلموه هو أن الشمس لها مدارات ثلاث تتحرك عليها سنويا وهي مدار السرطان والاستواء والجدي بحيث تكون حركتها ستة أشهر سعودا وستة أشهر نزولا وتكون حركتها اليومية مثل ما بينا في فيديو أنالما الشمس تشكل الرقم ثمانية عند رصدها من نفس النقطة والتوقيت خلال السنة بحيث كل يوم تشرق من مكان يختلف عن المكان الذي قبله وتلك الحركات كلها محصورة في زمن الأربع وعشرين ساعة وكما هو معلوم فإن مدار الجدي هو أطول المدارات ثم يليه مدار الاستواء ثم السرطان الذي يعد أقصر مدار تدور فيه الشمس خلال رحلتها السنوية وما ينتج عن هذا الفرق بين المدارات هو اختلاف طول ظوء النهار واختلاف أيام الصيف عن أيام الشتاء وغير ذلك فالأماكن التي تقع شمال خط الاستواء تكون بها أيام الصيف أطول بكثير من تلك الواقعة جنوب خط الاستواء وأيام الشتاء شمال خط الاستواء تكون أقصر بكثير من تلك الواقعة جنوب خط الاستواء وذلك تبعا لحركة الشمس على المدارات الثلاث صعودا ونزولا ومعنى ذلك أن المناطق الواقعة شمال خط الاستواء تستقبل سنويا حرارة وضوء شمس أكثر بكثير من المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء نظرا لأن الشمس يجب أن تشتاح المنطقة الجنوبية الأكبر في الـ 24 ساعة نفسها التي يجب أن تمر خلالها فوق المناطق الشمالية الأصغر لذا تكون سريعة في الجزء الجنوبي أكثر وهذا ملاحظ ومشهود ولهذا نسجل الاختلافات في درجة الحرارة ما بين القطب الشمالي والدائرة الجنوبية وطول النهار وتباين المواسم ويتضح لنا لماذا فجر الصباح في القطب الجنوبي عندهم وشفق المساء يحدثان بشكل مباغت وسريع للغاية مقارنة بالشمال ونعي كذلك السبب في عدم غروب الشمس على الإطلاق في منتصف الصيف في القطب الشمالي كذلك هناك حقائق أخرى ترتبط كلها مع بعضها البعض وتعطي لنا الصورة الواقعية لحركة الشمس على الأرض المنبسطة الممدودة والتي تضع النموذج الكروي في مهب الريح وأهمها شمس منتصف الليل والتي تحدث في القطب الشمالي والمناطق المجاورة له سنويا خلال الإنقلاب الصيفي بحيث لو قمنا برصد الشمس خلال تلك الفترة هناك سنلاحظ بأنها تحوم في دوامات هبوطا وسعودا في السماء طوال اليوم ولكنها لا تغرب أبدا بشكل كامل لما يزيد عن الاثنين وسبعون ساعة وفي نفس الفترة والمدة الزمنية يكون بالقطب الجنوبي والمناطق المجاورة له حتى خط عرض واحد وسبعون درجة أوجه فترة الشتاء القاسي بحيث تغرب الشمس هناك لأكثر من شهرين من السابع عشر ماي إلى الواحد وعشرون جوليا وهذا تفسيره منطقي على الأرض المسطحة لأن الشمس خلال فترة سيف القطب الشمالي تكون على مدار السلطان الذي يعتبر أعمى قوس داخلي حول وقرب المركز الشمالي ولا يمكن رؤيتها من الضائرة الجنوبية وبالتالي تختفي الشمس هناك لأكثر من شهرين وهذه المدة هي التي تمكث فيها الشمس على مدار السلطان ثم تبدأ في رحلة زودها خلال الشهر الموالي ومن ثم تظهر في المناطق الجنوبية شيئا فشيئا وهكذا وهنا قد يقول أحدهم بأن ظاهرة شمس منتصف الليل تحدث كذلك في القطب الجنوبي وهذا دليل على بطلان ما تقول فأقول له بالعكس شمس منتصف الليل تحدث فقط في القطب الشمالي والمناطق المجاورة له بحيث هناك العديد من مقاطع الفيديوهات التي سجلها أصحابها في النرويج مثلا وغيرها تثبت ذلك ولكن لا يوجد ولا مقطع واحد حقيقي قاموا بتصويره في الدائرة الجنوبية يثبت وجود شمس منتصف الليل والتحدي مفتوح لمن أراد إثبات العكس كذلك قد يقول أحدهم كيف نفسر تساوي مدة الليل والنهار في المناطق الاستوائية طوال السنة تقريبا فأقول له رحلة الشمس السنوية من مدار إلى مدار هي التي تحدد طول وصفة الأيام والليالي والمواسم وهذا هو السبب في أن المناطق الاستوائية تشهد صيفا وحرارة على مدار السنة تقريبا بينما تشهد المناطق الشمالية والجنوبية بصفة خاصة مواسم أكثر برودة وظلمة مع الشتاء القاسي وهذه الحركة للشمس على المدارات الثلاث فوق الأرض المسطحة تعطي لنا الصورة الواضحة عن ما هو ملاحظ ومشهود بينما لا يمكن أبدا للنموذج الكروي تفسير ذلك بشكل منطقي وعلم مقبول وذلك لأنهم يقولون بأن الفصول تتغير بناء على الميل المحور المزعوم للكرة الأرضية والمدار الإهليجي حول الشمس حيث أن الشمس تكون في الأوج على بعد 150 مليون كيلومتر تقريبا خلال الشتاء بينما تكون في الحفيظ على بعد 146 إلى 147 مليون كيلومتر خلال الصيف وبسبب ميلان الأرض ب23 درجة تقريبا أي حوالي 2000 كيلومتر يؤثر ذلك على أشعة الشمس الساقطة على الغلاف الجوي للأرض وهذا والله هنا هو الاستغباء بعينه كيف لمسافة الألفي كيلومتر أن تؤثر على أربع ملايين كيلومتر بالتقريب الفارقة في القرب والبعد للشمس وكيف اقتنع المغيبون ذهنيا بتأثير الميلان المحوري على الأشعة القوية المقتربة كذلك قد يقول أحدكم إذا كان الأمر بهذا التناقض فلماذا لم يجعل في نموذجهم الكروي الشمس تقترب خلال فصل الصيف وتبتعد خلال فصل الشتاء وينهو بذلك هذا الإشكال المطروح فأقول له لا يستطيعون فعل ذلك بسبب الدائرة البروجية ومنازل الشمس فيها خلال فصول السنة كما بينا في الفيديوهات السابقة ولهذا خرجوا علينا بفكرة الميل المحوري كمحاولة لتبرير ذلك وإيجاد مهرب من وجود الشمس في تلك المنازل البروجية خلال فترتين الصيف والشتاء كذلك قد يتساءل بعضهم إذا كانت الشمس تسير على مداراتها كما قلت فكيف استطاع التنبؤ بالكسوف والخصوف وكيف تحدث تلك الظاهرة على الأرض المسطحة فأقول لهم أولا ظاهرة الكسوف والخصوف تخص الشمس والقمر ولا علاقة للأرض بهما فالشمس تكسف وكذلك القمر خلال أوقات محددة أثناء حركتهما وقد سبق وأن تم تحديد مواعيد الكسوف والخصوف حسابيا من قبل العديد من الحضارات السابقة مثل البابليين وشعوب الإنكا والمايا وغيرهم وإلى اليوم يتم الاعتماد على حساب دورة ساروس الزمنية في تحديد ذلك ولا دخل لشكل الأرض بها كذلك ما ينفي ادعاءاتهم حول خصوف القمر مثلا وأنه بسبب ذل الأرض فالعديد من الفيديوهات قد تم تصويرها لخصوف القمر والشمس ظاهرة في السماء مثل ما ترون وهذا لوحده كاف لدحض نظرياتهم فكيف يكون ذل الأرض على القمر من ذلك الجانب وأنت ترى الشمس من هناك أي علم هذا وأي منطق والحقيقة أن ما يكسف الشمس أو القمر هي أجرام أخرى لا يستطيع أي أحد تحديد ماهيتها بسبب خواصها ولا أحد يدري هل تكسف تلك الأجرام إنعكاس الشمس أم تكسف الشمس الحقيقية في فلكها الدوار أم أن هناك خاصية في الشمس تجعلها تكسف ذاتيا وإثبات هذا يحتاج إلى بحث تجريبي عميق بالاعتماد على النقل الصحيح لكنه بكل تأكيد ليس كما يقول هؤلاء والدليل بسيط للغاية ففي نموذجهم الدوار سيتحرك الذل في الكسوف من الشرق إلى الغرب وفق حركة الأرض لكنه في الواقع يتحرك من الغرب إلى الشرق وهذا ينسف مفهومهم بالكامل كخلاصة لما قلناه إن الشمس تتحرك على مداراتها الثلاث سعودا ونزولا خلال السنة مثل عقارب الساعة أسرع من القمر بمقدار 45 دقيقة في اليوم ذمن الدائرة البرجية عند الرصد مما يجعلنا نرى القمر بوضوح في الصباح في بعض الأيام القمرية وهذه الحركة الدائرية للشمس تكملها كل 24 ساعة بالتقريب بحيث تغطي كل نطاق المدار خلال تلك المدة وفي نفس الوقت حركتها تلك تمر بمصار يومي تكشفه لنا الآن نالم الشمسية مما يجعل لها كل يوم مشرق ومغرب في نقطة محددة ومشرقين ومغربين عند حدود النهار والليل مرورا بعدة مشارق ومغارب خلال زمن التنقل والحركة على الأرض وهذا التنقل هو ما يشكل لنا فصول السنة والاعتدالين والانقلابين وطول النهار والمواسم وغير ذلك وكل هذا يحدث بتناغم رهيب يجعلنا نقف مدهوشين أمام عظمة الخالق جل وعلا فمن المستحيل أن يكون كل هذا النظام الدقيق قد وجد صدفة فالصدفة لا تصنع ذلك حتى ولو كانت في الحلم في الأخير هذا عرض وجيز مختصر عن حقيقة حركة الشمس المتناغمة فوق الأرض المبسوطة والممدودة والتي تكشف لنا بأنه من المستحيل أن تكون الأرض عبارة عن كرة تدور باتجاه الشرق بسرعة تزيد عن الألف ميل في الساعة فتمعنوا في هذا جيدا وابحثوا فيه من لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم